اهلا بكم في حلقة جديدة من الساعة الاخيرة تتابعونا في عنوانها كاميرا الاخبارية السورية ترافق وحدات الجيش في قرية كوكبري في حمى في ساعتنا ايضا شهداء وشرح شراء اعتداء التنظيمات الارهبية على احياء في حلب ودمشق في ساعتنا كذلك بوتين يؤكد ان مشروع قرار ميشسلم بشأن سوريا كان يهدف لزيادة حدة التوتر ولقاء وزري خاص حول سوريا في لوزان السبت المقبل ساعتنا الاخيرة بدأت اهلا بكم اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم المنسق المقيم لانشطة الامم المتحدة في الجمهورية العربية السورية علي الزعرة الزعتري وتسلم المعلم من الزعتري نسخة من اوراق اعتماده ودار الحديث خلال اللقاء حول اوجه التعاون القائمة بين سوريا والامم المتحدة ومكاتبها العاملة في سوريا دخلت كاميرا الاخبارية السورية قرية كوكب بريفي حما التي استعاد الجيش العربي السوري سيطرت عليها قبل ايام مراسلنا علي شحود والتفاصيل نحن الان في بلد كوكب بعد ان قامت جيش العربي السوري بالسيطرة على هذه القرية تعتبر اهمية كوكب الاستراتيجية كون تقع في مرتفع وتطل مباشرة على قرى وبلدات الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حماحس تطل مباشرة من هذا الاتجاه باتجاه بلدة صوران وكذلك معردس وايضا القرى المتاخمة لها كذلك تكمن اهمية بلدة كوكب ايضا بانها متاخمة تماما لبلدة معان وتبعد عنها حوالي اربع كيلومتر بالسيطرة على هذه القرية يكون الجيش العربي السوري قد قام بالمرحلة الاولى بريف حماه الشمالي الشرقي من قرية كوكب بريف حماه الشمالي للاخبارية السورية علي شحود دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري العديد من الاليات والمدرعات والمقرات للتنظيمات الارهابية وقضى على عدد كبير من افرادها في ارياف حلب وحمى وحمص ودرعة تفاصيل اوفا في تقرير هيا عباس سلاح الجو في الجيش العربي السوري دمر العديد من الاليات والمدرعات والمقرات للتنظيمات الارهابية وقضى على أعداد كبيرة من أفرادها في بلدات وقرى خانطومان والزربي والبرقوم وأبوشليم ومعراتا وكفرناها بريف حلب الجنوبي والغربي كما دمر سلاح الجو مقرات للتنظيمات الأرهابية وقضى على عدد من الأرهابيين في قرى كامعايا وبعربايا وتردين وكباني وجبل كفرسندو بريف اللاذقية الشمالية وإلى ريف حمصة ضربات مماثلة أسفرت عن تكبيد إرهابي تنظيمي داعش والنصرة خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد ولسيما شمال تلة الصوانة بمنطقة حويسيس وشرق قرية أبو العلاية وفي قريتي جباب حمد وطبعة الملة الواقعة شرق مدينة حمص والوازعية وديرفول والسعن الأسود والرستن وشمال الغنطو خسائر بالعديد والعتاد تكبدتها المجموعات الارهابية في ريف حمال شمالي خلال ضربات الطيران الحربي السوري على مقرات إرهابي جيش الفتح في قورة وبلدات طيبة الإمام والاطمين وزور الحيصة واللطامنة ومحيط الصوران وتلاتي اليدوير والزعتر وفي ريف درعا قضت وحدات من الجيش على العديد من الإرهابيين أغلبهم من جبهة النصرة ودمرت لهم آليات تقل عددا منهم وأخرى مزودا برشاشات باستهداف تجمعاتهم وخطوط إمدادهم شرق بلدة الحراك الواقعة شمال شرق درعا وفي جديد جرائم الإرهابيين بحق الشعب السوري ارتقى خمسة شهداء واصيب ثلاثة عشر شخصا آخرين بجروح جرى اعتداء تنظيمات الإرهابية بالقذائف على أحياء المنشية والشيخ طاها وبستان الباشا السكنية في مدينة حلب وفي دمشق صيب طفل ولحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابي ما يسمى جيش الإسلام وفيلق الرحمن على أحياء سكنية في دمشق سقطت قذيفتها وانأطلقتهما تنظيمات الإرهابية صباح اليوم على حي مزة 86 السكنية وأسفرت عن إصابة طفل عمره خمس سنوات الحق أضرار مادية بمنازل المواطنين سيارتين كانت مركوناتين في مكان سقوط القذيفتين كما أصابت قذيفة أطلقها إرهابيون أحد المنازل بمنطقة الحمدية في دمشق القديمة سقطت قذيفتان في حي المزرعة يعني عمل ما ينصف بالكلمة النظار ببناية وجاية بناية تانية تصاوى بطفل الإرهاب كلما بيضعف بدوا شيء قوي فقوت الضعيفة ماشي هي هي القذيفة عبارة عن قذيفة أو عن جرة غاز بحلب أو عندنا هون بالشام يحبوا يجهلون رسالة ماشي أنه بدكم كتروا قذائف نحنا في دا سوريا كل ما صار تقدم بحلب أو بحماة تزداد الضغوط تزداد الضغوط إن كان خارجيا إن كان داخليا ونتيجة هالانتصارات الإرهابين عم ينتقموا من المدنيين فإن كان بدمشق أو بأي مدينة سورية بالقذائب وهذا يعني من الضعف نحن هم متعودين يعني شو بدون نضربوا قذيفة 2-13 نحن شعب التعود خاصة نحن يا الشهادة يا النصر إن كنا مدني أو عسكري وفي درعة شيعت جموع غفيرة شهداء الأطفال الستة الذين ارتقوا شراء قذائف الإرهابيين أمس على مدرسة ذات النطاقين ملفوفين بعلم الوطن وبموكب مهيب شيعت مدينة درعة شهداء الطفولة الذين اغتالتهم قذائف الإرهاب يوم الثلاثاء في مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي الحلقة الأولى وسط حضور شعبي ورسمي كبير انطلقه موقب التشيع من نشف المدينة الوطني إلى المقبرة الجديدة لتوارى جثامين الأطفال الثرى ودعتهم عيون أمهات حلمنا أن يكون لهؤلاء الأطفال مستقبل يبنون به سوريا إلا أن خفافيش الظلام أبوا إلا أن يغتالوا الأحلام دون أن يستطيعوا سارقة المستقبل منها ماذا فعلوا هؤلاء القتل التكفيريين؟ ماذا يردون من أطفال صغار؟ عمر الورد يغتالهم في ساحة المدرسة لماذا ذلك؟ نعم نقول لماذا ذلك؟ لأنهم خسروا ودفعوا السمنا غاليا جدا نعم لأنهم يخافوا من هؤلاء الطلاب يخافوا من العلم والمعرفة وسنصمد وسننتصر اليوم وكل يوم وعهدا مننا للوطن وقائد الوطن على أن تبقى حوران الوفية حوران الإباء ستقدم كل يوم شهداء حتى نثبت الانتصار بإذن الله ورد إلى المشفى حوالي 35 إصابة منهم 6 شهداء ودعشر عمل جراحي ما بين فتح بطن وبين كسور شديدة بالأطراف هم هدفهم تدمير البلد هدفهم تدمير العلم هدفنا القلم والدفتر والعلم هدفهم تخريب هذا البلد والارتباط بالمشروع الصهيوني هدفنا أرقيب بهذا الوطن والسيادة الوطنية قولوا لهم إن الله لا يحب المفسدين وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إذن الجزاء عظيم في الدنيا والعقاب أليم في الآخرة وطلابنا وتلاميذنا دائما سوف يكونون في خندق الوطن وحاملين السلاح ضد هؤلاء الإرهابيين الجهل التكفيريين سلاحنا العلم والمعرفة سوف نحمله بكل شرف معزة ونقاتلهم في هذا السلاح حتى تنتصر سوريا أطفال على مقاعد الدراسة أرعب الإرهابيين بصموضهم في متابعة مسيرتهم العلمية متحدين كل الظروف ومعلنين أن لا إرهاب سيثنيهم عن متابعة حياتهم ترجمة نانسي قنقر أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن محاولات ابتزاز روسيا بخصوص الأزمة في سوريا لن تنجح وقال بوتن في كلمة أمام منتدى روسيا تدعو الذي عقده مصرف تجارة الخارجية الروسي في موسكو من الصعب الدخول في حوار مع الإدارة الأمريكية الحالية أبرز ما جاء في كلمة الرئيس بوتن تستعرضها نادي الجنداوي في هذا التقرير كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تعلم من الجهة التي أقدمت على استهداف قافلة المساعدات الإنسانية قرب بلدة أورم الكبرى في ريف حلب هناك تقصد لاتهام روسيا من قبل الأمريكيين بارتكاب جميع الجرائم بما فيها تنفيذ الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية في ريف حلب لكننا نرى ما يحدث على الأرض ونعلم من وجه هذه الضربة وهي أحد التنظيمات الإرهابية والأمريكيون يدركون ذلك ولكنهم يوجهون اتهامات لروسيا غير مستندة إلى أي براهين الرئيس الروسي أعلن أن موسكو قالقة إذا أتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لكنه أكد أن هذا التردي في العلاقات لم يكن خيار روسيا إننا قلقون من تدهور العلاقات الروسية الأمريكية ولم يكن ذلك خيارنا ذلك لأن تحسين العلاقات الروسية الأمريكية يتطلب احترام كل طرف لمصالح الطرف الآخر والالتزام بعلاقات الشراكة ونحن مستعدون للحوار ولكن الحوار هو البحث عن حل توافقي تعرقله محاولات واشنطن في فرض شروطها الرئيس الروسي وفي معرض حديثه أكد أن محاولات ابتزاز روسيا بخصوص الأزمة في سوريا لن تنجح في إشارة إلى مشروع القرار الفرنسي حول سوريا الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده حيث كان هدف المشروع الفرنسي تأزيم الوضع وإطلاق العنان لحملة هستيرية ضد روسيا كما تهم الرئيس الروسي في فرنسا بالخداع لافتاً في هذا السياق إلى أن موسكو كانت مستعدة لدعم مبادرة الموعوط الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا حول إخراج المسلحين من حلب واقترحت على فرنسا إدخال تعديلات على مشروعها بهذا الخصوص لكن باريس بعد التشاور مع واشنطن لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الروسية على خلاف الوعود التي قطعتها بحث رئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً مع رئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشار الألماني أنجلا ماركل الأزمة في سوريا وأوكرانيا وأكد المسؤولون الثلاثة أهمية تنسيق الجهود لمكافحة خطر الإرهاب وأشدد بوتين على أن يكون اجتماع لوزان السبت المقبل مثمراً ويتوصل إلى تسوية حقيقية للأزمة في سوريا هذا وأكدت الخارجية الروسية أن لقاء وزارياً خاصاً حول سوريا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية المؤثرة سيعقدوا في لوزانا وقالت الوزارة إنه تنفيذاً للاتفاق بين وزيري الخارجية الروسي سيرغا لافروف والأمريكي جون كاري سيعقدوا الاجتماع في لوزانا لدراسة الخطوات الإضافية المحتملة من أجل توفير الظروف لتسوية الأزمة في سوريا صدق مجلس الاتحاد الروسي على قرار نشر القوات الجوفضائية الروسية في سوريا إلى أجل غير مسمى تصدق مجلس الاتحاد الروسي على الاتفاقية الموقعات بين موسكو ودمشق حول نشر مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية على أراضي سوريا لأجل غير مسمى خطوة إضافية تؤكد عمق وتاريخية العلاقة بين البلدين تطور يأتي في ظل المكافحة المشتركة للإرهاب الدولي على الأراضي السورية والذي تساهم فيه القوات الجوية الروسية بفعالية منذ الثلاثين من أيلول من العام الماضي مساهمة جاءت بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب تنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة ومنشآت لإنتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السورية المسرقة إلى داخل الأراضي التركية مصادقة مجلس الاتحاد الروسي على الاتفاق جاءت بإغلبية ساحقة حيث صوت 158 عضوا من أعضاء المجلس المئة وسبعين لصالح القانون وذلك بعد تأييد الدولية مجلس الدوم الروسي كان قد صدق بالإجماع الجمعات الماضية على اتفاقية التعاون السوري الروسي في مكافحة الإرهاب في معطيات تؤكد رسوخ التعاون السوري الروسي وتطابق الرؤى الاستراتيجية بوجه الأطماع الغربية أعلنت صحيفة زفتيا الروسية نحاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف ستبحر الشهر الحالي باتجاه سواحل سوريا مع كامل حمولتها من الطائرات والأسلحة للمشاركة في محاربة الإرهاب وذكرت الصحيفة أن الحاملة تضم طائرات من طراز سوء 33 وسوء 25 ومروحيات كا 27 وكا 29 كما تتدرب في الوقت الراهن على متن السفينة مجموعة جوية جديدة تستخدم مقاتلات ميك 29 ومروحيات كا في مؤشر على بداية خلاف مع واشنطن والبحث عن طرق للابتعاد عنها بشأن الوضع في سوريا كشف رئيس نظام التركي أردوغان أن نصف الأسلحة التي ترسلها واشنطن إلى سوريا تذهب إلى تنظيم داعش الإرهابية ويصف المراقبون هذا الموقف لأردوغان بأنه أدرك أخيرا أنه أدات بيد الغرب وانتهت صلاحيته يستيقظ السلطان العثماني فجأة فيشير بالبنان لجرائم واشنطن في سوريا ويقول أنها تورد الأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي يبدو أنه نسي أن أكثر من ثلثي الإرهابيين الموجودين في سوريا دخلوا عبر سلطنته وقدم لهم الدعم المادي واللوجستي وأماكن الإيواء على الحدود وهو الذي تجرب النفط السوري والعراقي المسروق من قبل داعش إلى أن وصل حد التخمة ربما هي صحوة ولكنها متأخرة ولكن من المفيد ينطق فيها أردوغان بالحقائق الواضحة للعيان والتي لا تحتاج إلى من يتحدث عنها هل كانت سوريا غافلة ولو للحظة عن جرائم هذا السفاح أم أن صفقة الغاز الروسي المقدمة له أعمته عن مشغليه الذين استخدموه كورقة ضد سوريا وروسيا معا والذي طالما اعتبر أن هؤلاء المشغلين كانوا حلفائه إلى أن أتته اللذغة شبه المميتة عبر محاولة الانقلاب الفاشلة وأدرك أنه أداة رخيصة ومنتهية الصلاحية في مشروع واشنطن الاستعماري تجاه المنطقة اليوم يبحث أردوغان بتصريحاته واعترافاته عن مخرج للابتعاد عن واشنطن وعلى ما يبدو فأن سطوة الغاز تسيل لعابه وتدفعه إلى تغيير استفافاته السياسية وربما العسكرية أيضا بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع نائب وزير الخارجية تشيكي مارتين تلابة سبل تطوير وتعميق أفاق التعاون بين الجانبين في مجالات عدة الأعمار والملف الغاثي إضافة إلى إمكانية رفع مستوى الدعم في المجال الخدمي وأكد المسؤول تشيكيا جزءا من تفكير الحكومة تشيكية ينصب على المواطنين السوريين وكيفية مساعدتهم استقبل وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف وفدا رسميا من تشيك وتم خلال اللقاء بحث الملف الإنساني في سوريا المهندس حسين مخلوف أطلع أعضاء الوفد على عمل وزارة الإدارة المحلية والذي يتصدره موضوع إعادة الأعمار وأكد أن الشعب السوري مستمر بصموده من جهته أكد نائب وزير الخارجية تشيكي مارتن تلابا أن سوريا كطائر الفينيق ستنهض من بين رماد الأزمة من جديد وستسهم كما كانت دائما في الحضارة الإنسانية وطرحت أفكار بناء في الملف الإنساني فالعلاقات السورية تشيكية تميزها الصداقة والأحترام ومن المقرر أن يتم العمل على ثلاثة مراحل لتأمين المساعدات ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية وإعادة الأعمار ومن ضمنها ترميم الأثار نحن ندرك بأن الأثار الموجودة في سوريا هي جزء من التراث الإنساني ونحن نعي بأنها قد تعرضت إلى تدمير كبير نسعى أن نقدم ضمن الإمكانيات المتوفرة لدينا المساعدة خاصة المواطنين الذين لم يكنوا جزء من القتال الدائر عمليا الحقيقة التهيئة لإعادة الأعمار هي أحد أولويات عمل الحكومة السورية التي وارده في بيانة الوزاري وتقوم الحكومة من خلال لجنة إعادة الأعمار التي هي الزراعة التنفيذي للمباشرة الفعلية بعملية إعادة الأعمار بتهيئة الأرضية المناسبة للبدء الفعلي بعملية إعادة الأعمار عند تحسن الظرف الأمني في القريب إن شاء الله ومن مبدأ أن الأصدقاء لا يتخلون عن بعضهم في الأزمات كانت الزيارة إلى سوريا وطرح التعاون في عدة ملفات ومشاريع أكating وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان يلتق الكوادر الشبابية من اتحاد شبيبة الثورة بحضور رئيس اتحاد الشبيبة داخل مسرح مدينة الشباب التقى وزير الإعلام المهندس محمد رامز درجمان مع الكوادر الشبابية من اتحاد شبيبة الثورة بحضور رئيس اتحاد الشبيبة مع عبود وعضو مكتب قيادة الاتحاد رئيس مكتب الإعلام والبحوث المركزي عبد المنعم الصوى في العاصمة دمشق داخل مسرح مدينة الشباب رفع أداء بمستوى المؤسسات الإعلامية وبناء خطاب وبناء إعلام متطور ومتميز يستطيع أن يواجه مطارد لها سوريا من استهداف وعدوان لابد من بناء تنشئة جيل إعلامي متميز أكثر وعيا وأكثر إدراكا عن طريق الدورات المتكررة والدورات التي تعتمد على اعتبارها من خارجين الجامعات أو المعاهد أو ما تقوم فيه اتحاد شبيبة الثورة أقامت المنظمة هذه الدورة الإعلامية المركزية على مستوى القطر بمشاركة كافة فروع الشبيبة بعد أن تم تنفيذ عدد من الدورات الإعلامية على مستوى الرابطة والوحدات وبالتالي هذه كانت تتويج لنهاية الدورات الإعلامية المركزية على مستوى المنظمة اللقاء تناول العديد من القضايا التي طرحها الشباب بما يخص الأعلام الوطني وألية عامل القنوات وكيفية انتقاء المذيعين ومقدمي البرامج بالإضافة إلى طرح وجهات نظر وأراء حول دور الأعلام في ظل الأسب نحن في محافظاتنا عندما نقوم بالفعاليات لا أعلم إن كان هذه الأفعال مقصودة أو لا أي رفيق شبيب يلبس تترة لا يظهر على الأعلام أو تطلب بك المراسل خلع هذه التترة لما منشوف مسلسلات عم تورجي الشباب الهلاء هنم بهالوقت الحاضر لما مسلسل بيحكي عن المخدرات أنت بدك تحارب طريق الترويج المخدرات ما بتذكر أسماء وتصنيع وكيفية تصنيع وكيفية تجلب مواد أولية ومنين بتجيبها ستقطعك المواد الخارجية ما هو دور شباب الأعلامي في شريبة الثورة ضمن رعاية مزارة الأعلام ما هو دور مزارة الأعلام في توظيف هذه المواهد وبحلية دورها تفعيل دور شباب انخراطهم في العمل الأعلامي بشكل مباشر أو غير مباشر وبمبادرات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وإعطائهم الفرصة لمشاركة أفكارهم والتعبير عن رأيهم بشكل أوسع كلها كانت من أبرز الوعود التي وعدت بها وزارة الأعلام السورية الكوادر الشبابية من شبيبة الثورة اشتركوا في القناة أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة خلال مشاركته في أحياء مراسم عاشراء بالضحية الجنوبية لبيروت أكد أن موقف المقاومة ضد الحرب الإرهابية المفروضة على سوريا ثابت وأشار إلى حتمية انتصار الشعب العربي المظلوم في سوريا واليمن وفلسطين مراسلة الإخبارية نور الحاج والتفاصيل يوم العاشر من محرم يوم إصلاح الدين ويوم رفع الظلم عن الظالم تشهد الضاحية الجنوبية في بيروت والعديد من المناطق والبلدات اللبنانية مسيرات يخرج جميع فيها لاستنكار الظلم الذي يمارس باسم الدين وهو ما يريد بعض المتأسلمين تعويمه اليوم عن طريق دعم الإرهاب في المنطقة إرهاب امتدت يده إلى سوريا واليمن وإن كان بأشكال مختلفة فمرة ذبحا وتقطيعا ومرة غارات لأنظيمة راعية للإرهاب هذه المسيرة أيضا أتى التضامن مع الشعب اليمني وهو كرد الوفاة لسيد المقاومة سيد حسن نصر الله والشعب اللبناني الكريم والعظيم كما تضامن الشعب اللبناني معنا نحن أيضا نعلم تضامن مع الشعب السوري الصابر والذي يذود عن الشرف والعرض والذي لا بد أن نسجد جميعا في هذه المنطقة المحور الشر المتمثل بالنظام السعودي اليوم في خطاب السيد حسن عندما أعلن هذا الشعار كلنا يمن ورفع الأعلام اليمنية ليعزز حالة الثورة والصمود والصبر للشعب اليمني وأيضا عندما ذكر الدول الأخرى وفي مقدمتها سوريا سوريا الممانعة سوريا المقاومة التي لا زالت المحور والتي لا زالت صمام أمام أمام الإسرائيليين والأمريكيين الأمين العام لحزب الله سمحت السيد حسن نصر الله في هذه المناسبة وكعادته أطل من ملعب الراية ليلاقي من خرج يجسد شعائر عشوراء السيد أطلق العديد من التصريحات السياسية بحق الدول الجائرة والمفرطة بتغيانها ولؤكد أن موقف حزب الله ثابت مع الحق لا يتغير وإلى سوريا خوف نستمر في تحمل المسؤوليات الجهادية الجسام هناك هناك أبناءكم ورجالكم وإخوانكم وأزواجكم هناك يدافعون عن الوجود عن الكرامة عن المقاومة عن محور المقاومة عن شعوب المنطقة عن فلسطين عن العرض والشرف والعز والتاريخ والماضي والمستقبل أنا اليوم جيت على لبنان ورفع صورة الشهداء لأرفع لكل صوت من صلوه معالي وارفعه إلى سوريا واليمن والبحراء نزلنا كلنا من ساعات الفجر الأولى إلى المجمع سيد الشهداء لحتى نقول لكل ظالمي هذا العصر لكل معتدي في اليمن وفي سوريا وفي لبنان والعراق لنقول لهم هيهات مننا الظلة نحن جئنا اليوم على نسبة نهار العاشر من محرم لحتى نلب نيداء سيد حسن يعني هو مبرح دعانا عليه ولحتى نأيد البلاد العربية المظلومة لمنها سوريا اليمن والبحر مسيرة عشوراء السنوية تأكيد جديد من جمهور المقاومة في لبنان أن النهج ثابت لا يتغير وأن الإيمان بحتمية الانتصار يجسد حقيقة هذا اليوم التاريخي من مراسم إحياء العاشر من محرم يأمل الثائرون أن ينتهي كل ظلم ويقف المعتدون إرهابهم بحق شعوبنا المظلومة نور الحاج الإخبارية السورية من الضحية الجنوبية بيرون في مظهر آخر من مظاهر تخلي واشنطن عن النظام التركي نفت واشنطن أن تكون القوات التركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل العراقية تابعة لتحالفها المزعوم ضد داعش حذر مكتب حيد العبادي أردوغان من مغامرات الاستمرار في العدوان البرية على العراق دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة النشبة بين بغداد وأنقرة وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي العدوان التركي الموصوف على العراق والحرب الكلامية التي فتحها رجب أردوغان على شخص رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تعقيد معركة تحرير الموصل لكون هدف أردوغان الخفي هو دعم تنظيم داعش الأرهابي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي كذب أردوغان وأكد أن القوات التركية المنتشرة في بعشيق العراق ليست جزءا من قوات التحالف الذي تقوده واشنطن لكنه لم يطالب كما هو مفترض بانسحاب تلك القوات بل تعامل معها كأمر واقع ودعا للتنسيق بين كل الأطراف لدحر التنظيم الإرهابي من الموصل على حد تعبيره في هذه الأثناء وصفت الحكومة العراقية التصريحات المتخبطة التي أدل بها أردوغان حول دخول القوات التركية إلى بعشيقة والتي زعم فيها أن قواته موجودة بطلب من الحكومة العراقية وصفتها بأنها عارية من الصحة ومتناقضة وأكد المتحدث باسم العبادي في بيان أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان ورط الجيش التركي بمغامرة واعتداء على بلد جار غير محسوبة العواقب يحاول النظام التركي حرف انتباه القوات العراقية عن هدفها بتحرير الموصل في أسرع وقت إلا أن المحاولة ستفشل على ما يبدو في ظل إصرار العراقيين على دحر التنظيم الإرهابي عن كامل ترعبهم إلى الشأن الفلسطيني فقد شيع أهالي بلدة سلوان جثمان شهيد انتفاضة القدس على عاطف الشيوخي الذي استشدى برصاص الاحتلال الإسرائيلي لمثواه الأخير في مقبرة جبل المكبر بالقدس المحتلة خليل إبراهيم والتفاصيل شهداء لم تحرك دماؤهم في المجتمع الدولي ساكنا لعله يخرج عن صمته المريب شهداء يعدمهم الاحتلال بدم بارد وتودعهم فلسطين شهيدا تلو شهيد شيع أهالي بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة جثمان الشهيد الأسير المحرر علي عاطف الشيوخي إلى مثواه الأخير في مقبرة جبل المكبر بالقدس المحتلة وباستشهاد الشيوخي ارتفع عدد الشهداء القدسي لأربعة وخمسين وانتفاضة القدس إلى مائتين وثلاثة وخمسين وكان سشهد الشيوخي بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنبي مدينة القدس المحتلة فيما أصيب شاب آخر بعيار مطاطي في العين كما أصيب العشرات من أهالي بلدة سلوان بحالات اختناق بسبب إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية بصورة عشوائية في السياق تحدثت مصادر مقدسي عن احتراق آلية عسكرية تابعة للاحتلال في سلوان عقب استهداف الشبان لها بالزجاجات الحارقة أثناء المواجهات وكانت دهمت قوات الاحتلال عدة منازل واعتدت على عدد من الفلسطينيين وتواقم ومركبات الهلال الأحمر الفلسطيني واخضعتم للتفتيش والمضايقات خلال تواجدها في بلدة سلوان ونبقى في فلسطين المحتلة فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم سيدة برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة الرام شمال القدس المحتلة وذكرت وكالة الأباء الفلسطينية قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام معززة بأليات عسكرية وأطلقت وابلا من الرصاص والقنابل الحارقة والغازية السامة تجاه شبان فلسطينيين تصدوا لها ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم سيدة بالرصاص بالإضافة إلى إصابة آخرين بالاختناق بالغازة وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاب من الوصول إلى الجرحة بإغلاق المدخل الرئيسي للبلدة غادر سفير النظام السعودي لدى القاهرة أحمد القطان إلى الرياض بشكل طارئ بهدف بحث ملف العلاقات المصرية السعودية مع مسؤولي النظام السعودي حسب قوله يأتي ذلك بعد يومين من إيقاف شركة أرامكو للنفط والمملكة للنظام السعودية ضخ النفط إلى مصر إثر موافقة الأخيرة على مشروع قرار طرحته روسيا في مجلس الأمن بشأن سوريا وجه آخر من الخلاف بين مصر والسعودية تمثل بمغادرة سفير النظام السعودي القاهرة عائدا إلى بلده بحجة تحضير لزيارة وفد مصري رفيع المستوى إلى الرياضة لاستعراض آخر تطورات المنطقة وتداعيتها على علاقة البلدين أحد أسباب الخلاف بين القاهرة والرياض هو موقف مصر الداعمة لسوريا ولوحدتها ودد تنظيمات الارهابية ولسيما جبهة النصرة التي يدعمها النظام السعودي ويمولها ويدربها إذن النظام السعودي غادم من بعض المواقف التي اتخذتها الحكومة المصرية مثل دعم سوريا والتأكيد على شرعية القيادة السورية أخيرا تصويت لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولية الذي يعارض فرض أي حظر للطيران السوري الروسي في حلب إضافة إلى انفتاح القاهرة على تهران وتطوير العلاقات معها الابتزاز السعودي كان حاضرا من خلال قرار شركة أرامكو إيقافها دخل بترول إلى مصر بموجب اتفاق بين مصر والنظام السعودي بحجة أن هناك مشكلة فنية في الشركة ولكن السؤال لماذا لم تظهر هذه المشكلة مع دولة أخرى غير مصر ردا على المجازر المستمرة من طيران النظام السعودي على الشعب اليمني استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصواريخ باليستية قواعد النظام في الداخل السعودي وتجمعات مرتزقة في بعض مناطق اليمن مراسلنا عبدالله اليوسفي والتفاصيل يوم آخر من المعارك المشتعلة على الحدود اليمنية السعودية الجيش اليمني أطلق صاروخا من نوع أورغان على معسكر أبو حجر في الطوال بجيزان وصاروخين باليستيين من نوع قاهر والزلزال إحداهما على معسكر بليالين بن جران والآخر على مدينة الملك فيصل العسكرية في جيزان كما تمكن من استهداف تجمعات ودوريات لمقاتلي نظام السعودي في عدة مواقع انتهت بمقتل وإصابة عدد من الجنود وتدمير وإحراق أليات ومدرعات وأطقم عسكرية إضافة إلى اغتنام طقم عسكري وأسلحة مختلفة نقول للجيش السعودي سوف ندق مواقعكم وسوف ندحلكم الآن وصاعدا سوف نلقنكم دروسا لن تنسوه أنتم وعرباتكم ودباباتكم ومدرعاتكم وطاريتكم مهما حاولتم أن تفزعونها لن نفزع منكم طائرات النظام السعودي بدورها نفذت غارات جوية استهدفت مواقع لمرتزقتها في أبيان جنوب البلاد وأوقعت نحو 15 قتيلا وجريحا في وقت قام الجيش اليمني أيضا باستهداف تجمعات للمرتزقة في تعز ومأرب وصحراء ميدي والرمضة وقتل عددا منهم كما أجبرهم على التراجع عن المواقع التي يحاولون الزحف إليها وبالتزامن مع ذلك تشهد صنعاء والمناطق المحيطة بها تحشيدا قبليا مسلحا مستمر لرجال القبائل اليمنية تلبية لدعوة زعيم حركة أنصار الله والرئيس السابق في التوجه إلى الجبهة الحدودية لمقاتلة النظام السعودي الذي يتمادى في قتله لليمنيين يوما بعد آخر يقول قادة الجيش اليمني إنما قبل مجزرة العزاء الكبرى ليس كما بعدها إذ لابد للعدو السعودي أن يعرف تماما عواقب الفضاعات التي يرتكبها في حق الشعب اليمني عبدالله اليوسفي الأخبارية السورية لوحت واشنطن بإمكانية وقف الدعم العسكري للنظام السعودي بعيد من سارة صنعاء والعدوان المستمر مهدى لانتشار مرض الكوليرا بين المواطنين يما مواكد والتفاصيل حصن نية النظام السعودي المزعومة بفتح تحقيق عن استهداف إحدى طائراته العدوانية لمجلس عزاء في صنعاء لم يبعد الشبهات عن تحمله مسئولية المأساة الدموية وغيرها الكثير ضد الشعب اليمني تقذر عن حتى بممولي السلاح في واشنطن وبدأت التلويح بمراجعة دعمها للرياض في محاولة منها للتخلي عن الجاني وتركه وحيدا في مسرح الأحداث الولايات المتحدة تقوم بمراجعة برامج مساعدتها لدول أجنبية بانتظام وهذا الإجراء تناول السعودية أيضا في الأشهر الأخيرة جرائم حرب النظام السعودي ضد الشعب اليمنية لم تقتصر فقط على قتل وتشريد الآلاف من المدنيين منظمة الصحة العالمية كشفت بدورها عن ظهور إصابات بالكوليرا في صنعاء وبيّنت أن عدد حالات الإصابة بالمرض ازداد من خمس إلى أحد عشرة حالة نتيجة حتمية من ترد الظروف المعيشية والأوضاع الصحية في اليمن يخلفها عدوان النظام السعودي وتحالفه المزعوم في ظل مطالبة دولية واسعة بالقصاص والمحاسبة العادلة كشفت وثائق شديدة سربها موقع ويكيليكس اعترافات من المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية لمركز هيلل كلينتون بأن السعودية وقطر تقومان بدعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي السعودية وقطر تموّلان تنظيم داعش الإرهابي اعتراف للمرشحة الديمقراطية هيلل كلينتون كشفت عنه مجموعة من الوثائق نشرها موقع كيليكس وثائق تشمل 2050 رسالة من أصل أكثر من 50 ألفا تعود إلى المراسلات الإلكترونية الشخصية لرئيس حملة كلينتون الانتخابية جون بودستا تؤكد هذه الوثائق وعلم المسؤولين في الإدارة الأمريكية بالأنظمة التي تموّل الإرهاب وعدم رغبتها بالقيام بشيء حيال الأمر في التسريبات تدعي كلينتون أنها تريد محاربة الإرهاب بخطة من ثمان نقاط تتضمن استخدام واشنطن للأصول الاستخباراتية والدبلوماسية من أجل الضغط على النظامين القطري والسعودي الذين يؤفران الدعم المالي واللوجستي لداعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة الغريب أن هذه الخطة أرسلت عام 2014 إلى بودستا وبقي الطي الأدراج حتى اليوم وسبق أن كشفت وثائق سربها موقع وكيليكس قبل أيام إقرار كلينتون بتسليح النظام السعودي للتنظيمات الإرهابية في سوريا كما تضمنت التسريبات حديثا للمرشحة الديمقراطية عام 2013 خلال مأدوبة عشاء أكدت فيه ضرورة خلق ما يسمى بالمعارضة المعتدلة التي تتشدق الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بالدفاع عنها وحمايتها وإعطائها طابعا إنسانيا متجاهلة ما تقوم به من استهداف للمدنيين بمختلف وسائل الإجرام والقتل إلى العناوي كاميرا الإخبارية السورية ترافق وحدات الجيش في قرية كوكب بريف حمى شهداء وجرح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية على أحياء في حلب ودمشق بوتين يؤكد أن مشروع قرار مجلس السلام من شأن سوريا كان يهدف لزيادة حدة التوترة ولقاء وزري خاص حول سوريا في لوزان السبت المقبل في الختم لكم تحيات فريق العمل في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة